اشتركوا في القناة هيا بنا لنبدأ تعلمنا سابقا كيف نطرح الأحد لدي هذه المسألة 5-1 يساوي أنا سأقوم بتمثيل هذه المسألة باستخدام النماذج وأنتم يمكنكم الاستعانة بالرسم لإيجاد الناتج هيا بنا نبدأ سأقوم بتمثيل الرقم 5 1-2-3-4-5 ممتاز الآن برأيكم كم مكعب يجب علي أن أزيل أحسنتم يجب علي أن أزيل مكعب واحد إذن 5-1 يساوي 1-2-3-4 أحسنتم الآن كيف برأيكم أستطيع أن أستخدم هذه المسألة لطرح مجموعة من العشرات هيا بنا لنكتشف سوية لدي هذه المسألة استمعوا جيدا 5 عشرات ناقص 1 من العشرات كم يساوي برأيكم؟ أنا سأقوم الآن بتمثيل هذه المسألة بواسطة نماذج العشرات وأنتم أيضا يمكنكم الاستعانة بالرسم هيا بنا لنبدأ عدوا معي 10-1 عشرتان 13-4 15-5 ممتاز أحسنتم والآن يجب علي أن أزيل رائع 10-1 سأتي أزيل يعني أخذ 10-1 إذن 5 ناقص 15-1 1 من العشرات يساوي 10-1 10-2 10-2 10-2 13-2 14-2 بارك الله فيكم سؤالي الآن هو 15-2 ما هي؟ أحسنتم ممتاز 15-2 10-2 10-2 10-2 10-2 يساوي أربعون وبين 5 ناقص 1 يساوي أربعة فكروا قليلاً رائع أحسنتم 50-2 50 هي عبارة عن 15 والـ 5 هي عبارة عن 5 أحد العشرة هنا التي قمت بأخذها بإزالتها هي 11 أما هنا الـ 1 هو عبارة عن 1 أحد إذن نلاحظ جيداً بأن الرقمان 5 و 1 موجودان في كلتا الجملتين هيا بنا لنتدرب على حل هذه المسألة أكتب الأعداد لإكمال الجملة العددية ماذا لدي هنا أنا؟ رائع نماذج من العشرات هيا بنا لنعدها صوية 10-1 10-2 13-4 15-6 17 علينا الانتباه يا أول بأنه يجب علينا أن نعد على العشرات كاملة سأكتب أنا هنا لدي 17 كم عشرة قمت بحذفها بطرحها؟ أحسنتم 10-1 إذن سبعة عشرات ناقص واحد من العشرات كم تساوي برأيكم؟ كم تساوي برأيكم؟ هيا بنا نعدها 10-1 أحسنتم 10-2 13-14 15 16 أحسنتم إذن سبعة عشرات ناقص واحد من العشرات يساوي 16 الآن كلنا نعلم سبعة عشرات ما هي؟ ممتاز سبعة عشرات هي سبعون وواحد من العشرات ما هي؟ ممتاز واحد من العشرات هي عشرة إذن سبعون ناقص عشرة يساوي أحسنتم يساوي 60 انتقلوا معي الآن عزيز الطالب عليك فتح الكتاب صفحة 250 والقيام بحل بسألة رقم 2 والآن أعزائي الطلاب تأكدوا معي من الحل 16 ناقص 2 من العشرات يساوي 14 إذن 60 ناقص 20 يساوي 40 إذا كانت إجابتكم صحيحة قيموا نفسكم وضع وجه مبتسم وانتقلوا لحل الواجب التالي الآن افتحوا الكتاب صفحة 251 وقوموا بحل رقم 3 و 4 و 5 شكراً للمتابعة وأتمنى أنكم حليتم الواجب بطريقة صحيحة وإلى اللقاء في الدرس القادم أعزائي الطلاب لأسئلتكم واستفساراتكم حول درس اليوم تواصلوا مع معلم الصف عبر تطبيق تينز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر